جهود دؤوبة تقوم بها الدولة للتخفيف عن كهل المواطنين الأولى بالرعاية من خلال العديد من المبادرات الأهلية والحكومية ويأتي قطار الخير الذي يواصل رحلته بمختلف قرى ونجوع الدولة على رأس تلك المبادرات التي استطاعت أن تصل أو توصل الخير لكافة ربوع مصر يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن حاملاً معه الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية وفي هذا الإطار نظمت جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني معرضاً للملابس الجاهزة بمحافظة البحيرة لتوفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بمركز أبو المطامير والقرى التابعة له احنا طبعاً عندنا كشفات بألاف المستفدين من مركز أبو المطامير بيتم عمل بحث على الحالات التي تستحق طبعاً بنستقبلهم هنا في انتظارهم هنا مضيئة استراحة بيستراحوا فيها على الكراسي بيتم دخول الحالات عشرين بعشرين عشان يقدروا يستطيعوا أن هم ياخدوا برح في النقاوت الملابس ويوصلوا للقطع اللي هم عايزينها لطبعاً السن مختلف وفي فئات مختلفة بالنقيم معرض ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية من داخل مركز أبو المطامير لتوزيعه على الأسر الأولى بالرعاية بتوابع المركز من كرة وانجوع النهاردة مستهدفين أكثر من خمس تلاف كطرة ملابس معنا مستفيدين أكثر من ستمائة مستفيد أسر كل أسر متوسط الأسر ستستفق من ثلاثة لأربع أفراد جميع الملابس بتوزيعها بالمجان وده في إطار جهود التحالف الوطني العامل لأهل التنمون المستفيدون من المعرض أشادوا بجودة الفعاليات التي يقيمها التحالف الوطني بنطاق محافظة الجيزة ودورها في تخفيف العبء عن كاهلهم كما أشادوا بجودة المعروض من الملابس إضافة إلى حسن الاستقبال من جانب المتطوعين بالمعرض